يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أم منذر واليوم رح نعمل مع بعض مخلل البيتنجان البيتنجان هلأ متوفر يعني على مدار السنة فيكن تعملوا مطربان صغير كل ما حبيته ترجعوا قبل ما يخلص تعملوا واحد تاني لأنه شغلته كتير كتير بسيطة أنا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيه وأنا عم اشتغل مجاهزة هون عندي كيلو من البيتنجان أي بيتنجان بيصير الأسود أو هاد المهم بيكون الحجم الصغير يعني قد ما قدرتوا تجيبوا الحجم الصغير بيكون أفضل قمت العود اللي إلو يعني هاد بس خليت الإمع يعني هاد بس قمت العود لحتى وقت اسلقهم ما يفوتوا ويدخلوا ببعضهم مثلا ويخربوا بعض أو تنتزع البيتنجاني هلا بدي أخدهم هدو لحطهم عن نار اسلقهم شوي وبعدين يكفي شغل مع بعض خليت الميلة تغلي ونزلت البيتنجانات طبعا هذا السلة أنا بدي خليهم هلا تقريبا شي عشر دقايق السلق بيختلف من كمية لكمية يعني إذا انتوا عاملين مثلا فوق العشرة كيلو بده وقت أطول أكيد يعني أما هادا كيلو بيحتاج تقريبا شي عشر دقايق أو أقل شوي كمان بيصير هلا بحطهم وبغطيهم بحط عليهم تقل لحتى اللي على الوجه ينزلوا كمان ما يضلوا فاشين على المي بعد ما مر عندي عشر دقايق أنا تقلته بس بهاي لأنه ما تلكون كمية كتير قليلة يعني ممكن إذا انتوا عاملين طنجرة أكبر منها وحط تنكمية كبيرة تحطوا تقل أكتر راح تلاقوا البيتنجان نغير شوي من لونه خلص هيك كافي بتطلعوا واحدة بتلمسوها يعني إذا بتكون تسرعوا بالمخلل ممكن تزلقوها زيادة شوي خلص هلا بقيموا أنا بقيم هذا المي يستخن من عليه وبحط عليه شوي مي باردة لحتى ما يكمل استوى يعني ما يضل محافظة الحرارة ويكمل استوى أكتر من هيك هلا هدول البيتنجانات بدي إقيم أنا هذا الأخضر اللي لقله بإقيمهم كلهم بهالشكل هذا في البعض بيحب يكبسون يحطون ريون تقل كمان بمصفاية وبيخليون لتانيهم بيعصرون يعني أنا ما ببس عصرون صراحة بس بعصرون بس ما بخليون يعني يكبسون أو شي حتى يتصفوا هلا بقلكم كيف أنا راح أاخد شوي بس السكين بدي أفتح كمان بيتنجانة شوي لحتى الحشية بس قبل بعمل هيك شق صغير الراس شايفين كيف هذا الراس بيكون كتير قاسي وبعصروا هيك شوي لحتى ينزل منهم مي حتى بتلاقوا أحيانا قسم منهم ما بينزل منهم أبدا نهائيا المي هلا بتشوفوا التانية كيف فوقت بدي بس بقيم عنا هذا الأخضر وبعمل شق بس هون لأنه هاي بتكون هذا بيكون كتير آسي وكبير فبقص هيك شوي صغيرة وبفتح هون لأنه بدي حط فيها حشوة هلا وبعصرها هيك شوي بس يلي بحبوا متعود أنه يكبسوا لتانيهم مو غلط يعني فيه يحط عليهم تول ويخليهم لتانيهم يصفوا شوي من المي بس أنا هي طريقة يعني وبلاقيها كتير كتير مناسبة هلا بعد بقيمهم كلهم وبنتقلها الخطوة اللي بعدها بعد ما عملتهم كلهم بها الشكل هادا شايفين كيف قمت هاي الأخضر اللي عليهم وهاي الفتحة كمان اللي فتحتهم كلهم هيك بهالطريقة هاي رح قيمهم على جنب مجهزة هون عندي دبس فليفلي اللي ما عنده دبس فليفلي ممكن يجيب فليفلي يعني الطعام ناعم ويستخدمها أو ممكن يجيب فليفلي خضرة كمان بيصير يعني كله بيصير رح حط عليهم معلقة كبيرة من التوم لأنه هادا بيحب التوم يعني المخلل بخلطون هيك مع بعض أنا التوم قدقيت وحطت له شوية ملح انتوا بتشوفوا إذا بتحبوا تضيفوا كمان ملح بيصير هلا رح ناخد هدول نحشيهم بحط نحطهم بالمطربان بالفتحة اللي عملناها بنحط كمية قليلة يعني ما بيحتاج كتير بالمعلقة الصغيرة هيك بنحطوا شوي خلص هيك كافي وبنصفهم بقلب المطربان بعمل الكلب هاي الطريقة وبعدين بنعمل المحلول الملحي اللي بنحطه فوق المخلل هلا زاد عندي أنا هدول شوي بحطهم كبان فوقهم ما بيأسير بالعكس بيعزز الطعم بيعطيهم طعم كتير طيب رح حط شوي بس من التوم يعني كمان التوم صحيح يعني بخليه متل ما هو بضيفه هذا اختيار يعني فيكن تحطوه او لا اختياري متل ما بتكون انتو وبقطع كمان شي حبة ليمون وبقطعها هيك صغيرة مكعبات وبضيفها كمان وبسبت الوجه كمان فيها يعني هيك بهالطريقة هاي وهلا رح نعمل المي والملح اللي بننستخدمه حط هون أنا كاستين من المي لهدول الكاستين بدي حطلن نصف كاسة خل بصير هذا الخل الابيض أنا مستخدم الخل الابيض وبصير اذا عندكم كمان خل التفاع بصير بس انا صفيان عندي شوي قليل يعني ما حطيتون رح حط نصف الكاسة يعني تقريبا لك الكاسة حطت لها ربع كاسة خل وبحط لك الكاسة كمان معلقة ملح الملح لازم يكون اذا تكون تعملوا يعني ملح الموني اللي هو بيكون ملح الخشن هي كمان حطيت السكر تقريبا نصف المعلقة وبخلط الكل مع بعضه اذا بتكون تستخدموا الملح العادي بصير بس يفضل هو الملح الخشن ملح الموني وبضيفوا هلا المي هذا بعد ما حليته كله هيك لازم يغطي تماما يعني يكون المي واصل للحفة تماما ولحتى يكون عندي محكم الاغلاق يعني سكره كتير منيح رح حط عليه كمان نايلون وسكره هيك تمام لحتى ما يفوت له ابدا هوا وقت بدي سكر الغط يكون محكم الاغلاق يعني او اذا متأكدين انه بسكر منيح خلاص ما في داعي لها الخطوة بس هو الافضل تنحط يعني لحتى ما يفوت ابدا هوا للمطربان بتركو هلا تاريبا شي عشرين يوم لانه هلا جو بارد هلا انا اطلع عندي خمسة وعشرين يوم يعني بعد خمسة وعشر يوم هلا بفتحه شافين كيف المي ابدا ابدا ما نعكرة المي كتير صافية ما ما صار في اي تخمرات يعني زيادة بيم الليمون على جنب رحطى لحبة هلا ارجيكم كيف صارت شافين منظرة مت ماسكة ما احلاها طبعا بيكون قاسي هو شوي رح افتحها كمان تشوفوا من قلبها يعني وقت بنحطينا الفلفلة شافين هدول يعني حتى هدول اللي حطيتهم أنا الفلفلة يعني ما يعكروا المي نهائيا حامض طعمته كتير طيبة ما فيه يعني ما نهالط ابدا نهائيا وقد ما تركتوا بيضل يعني حفظوا بالبراد اذا عملتوا مثلي هيك مطربان قبل ما يقرب يخلص ارجعوا وعملوا واحد ثاني رح تلاقوا كمان بيضل مثل ما هو محافظ على شكله بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حبي تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناة قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى اشتركوا في القناة